منك تعلمنا وبك اهتدينا وعلى خطاك يا نبينا نسير قصص بها سير الحبيب بذكرها القلب يطيبها عطاة وعبار جاء بها خير البشر جاء إلينا رحمة ومنقذة وهو علم هذا الحبيب المصطفى صلوا عليه وسلموا الصلاة والسلام عليكم رسول الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وعله وما أحلى أن نكرر ذكر رسولنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذكره وأخباره أشهى من الشهد والعسل والضرب وألذ من كل لذة في هذه الدنيا ذكر حبيب الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من أخلاقه وشمائده وأسلوبه في التعامل في هديه في دعوة الخلق إلى الله من الذين كان لهم عداوة شديدة وأذية عظيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أهل نجد كان يسمى بثمامة ابن أثال وكان هذا سيدا في قومه وكان كثير العداء لرسول الله وكان قد قطع الطريق على بعض قوافل المسلمين بل قد سفك بعض الدماء ففي سرية من السرايا قبض عليه بعض الصحابة وهم لا يعرفون من هو هذا وأتوا به إلى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام ومسكوه فحتى يأتي رسول الله فيقضي فيه فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفه فقال ثمامة قال نعم قال ربطوه في سرية المسجد دخلوه إلى المسجد فربطوه في عمود في المسجد الحبيب عليه الصلاة والسلام شؤونه كلها عجيبة وحكم نحن هنا نمر مرورا فقط وإلا فكل موقف من المواقف لو أردنا أن نحققه وندقيقه ونراجع الفوائد التي تستخرج منه لكنا نستغرق كثير من الساعات فلما قال ربطوه ثمامة في المسجد أراده أن يرى قال له ثمامة ماذا تقول قال يا محمد إن تقتل تقتل ذو دم يعني معاك حق وإن تعفو وتمن وإن تريد الديه فاطلب ما شئت من المال وإن تمن وتكرم فإنك تكرم من يعرف الكرامة ويرد حقها فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وترك وذهب ويمر يوم كامل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد يصلي والصحابة ثمامة يرى مشهدا عجيبة هذا ما هو مسرحية يرى مشهد من الجمال من الروحانية من الصفاء من الحب من الانضباط من الوجهة إلى الله ما كان يتخيلها في حياته لما جاء اليوم الثاني أعاد عليه رسول الله نفس الكلام فأعاد ثمامة نفس الكلام في اليوم الثالث أعاد رسول الله عليه نفس الكلام فعاد بنفس الكلام فقال صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة كانوا يظنون أن النبي سيقول اذهبوا به فاضربوا رقبته فقال لهم صلى الله عليه وسلم فكوه اذهب يا ثمامة أنت حر تعجب الصحابة ايش هذا على كيف يطلقه هكذا فذهب ثمامة إلى أقرب بستان فدخل إلى بئر واغتسل فيها وجاء مرة أخرى إلى المسجد فإذا ثمامة يدخل بوجه غير الذي ذهب به فقال يا محمد أني الآن أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله قال لما لم تشهد من أول قال حتى لا يظن الناس أنني أسلمت خوفا من السيف ومن القتل إنما جئت رغبة من نفسي فعجب منه صلى الله عليه وسلم وفرح منه وقام ثمامة هذا وقطع الطريق على أهل مكة لا يجعل قوافر النجد تصل إلى مكة بأي حال من الأحوال حتى استغاث أبو سفيان ومشرك مكة استغاثوا برسول الله في أن يطلب من ثمامة أن يفكهم وهم الذين حاصروه ثلاث سنوات فرق صلى الله عليه وسلم لأطفال مكة وقال يا ثمامة دع طعام الناس دع غذاء الناس فإن فيهم الأطفال والنساء هؤلاء فأطلقهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هكذا موازين الرحمة التي شحن الله تعالى بها قلب نبي صلى الله عليه وسلم فصارت تهتدي بها هذه القلوب الجلفة الجافة أسأل الله أن يهبنا من هذه الرحمة ومن هذا النور الذي وهبه حبيبه صلى الله عليه وآله وصحبه وعلى خطاك يا نبي نسير قصص بها زيار الحبيب بذكرها الخلب يطيب فيها عطاة وعبار جاء بها خير البشر جاء إلينا رحمة ومنقدة ومعلمة هذا الحبيب المصطفى صلوا عليه وسلموا أصلاك والسلام عليك يا رسول الله